سلمة ممكن تكون شرارة أولى لحالة مرضية قد تستحوذ على قدراتنا الجسدية في حال انه استسلم لاله لكن بالإرادة بالتصميم على مقاومة المرض بتقدر السيدة انه تحقق الشفاء سالي اليوم بفقرتنا الطبية رح تكون صحد السيدة تحت مجهر ضيفنا الدكتور قحطان الحامد الاخصائي في التوليد والأمراض النسائية رح نسلط الضوء على المراحل الأولى من سرطان الثدي كيفية التعامل معه أيضا ضمن مساحتنا رح نترق إلى سرطان عنق الرحيم ونتعرف بشكل أوسع على المسببات والعلاجة سهل صباحك دكتور وأهلا وسهلا بك خير صباح الخير صباح الخير للمشاهدين أهلا وسهلا فيك دكتور بالبداية نحن مثل ما بنعرف أنه هذا الشهر هو الشهر الوردي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ولكن أي ورم أو خلينا نقول شيء يصيب المرأة سواء بالثدي وحتى عقل الرحم هو مثل ما حكينا بالبداية شرارة صغيرة ما لازم نستسلمنا خلينا نحكي شوي عن الكشف المبكر عن أهمية الكشف المبكر قبل ما نتطرق للورم بعنق الرحم تمام الآن بالنسبة لسرطان الثدي وهو من السرطانات الشائعة عند النساء مو بس بسوريا هو بكل دول عالم نقشع سرطانات النسائية بعد سرطان الرئة طبعا بيشغل بالنساء فمهم أنه بيسألون النساء دوما شو الأعراض المبكرة يلي إذا أنا حسيت فيها لازم راجع الأعراض المبكرة رح نحكي عنها بشكل سريع أنا بهمني شيء قبل الأعراض المبكرة الصراح بهمني أكشفه قبل الأعراض الأعراض المبكرة إذا حست السيدة بوجود كتلة بالسدي ما كانت موجودة سابقا هذا مشعر دوما أنه أنا لازم راجع جهة طبية شيء كتلة ما كانت مجسوسة غالبا السيدة بتشعر فيها حالات أقل تشخص من الطيبس غالبا السيدة بالبيت أثناء حمام هاي جسد السدي بتشعر فيها ممكن تشوف أفرازات من الحلمة خاصة أفرازات المدمات من الحلمة ممكن تشوف تغير بشكل السدي تلاقي السدي فرع عن الثاني صار عدم تناظر صار أكبر شوي صار حتى جلد السدي صار فيه ملمس غير طبيعي هاي كلها نسميها أعراض السيدة بها الأعراض بتراجعنا نحنا هدفنا بالحملة أو بالتوعية اللي بهذا الشهر يعني فيه مجهود كبيرة عليها وفيه شيء كتير نشغل فيها هو أنه السيدة تراجعنا قبل الأعراض أنا مرحل زور الأعراض المبكرة هاي كان كلام قديم بصرنا نعتبره متأخر أنا بدي أكشف الحالة قبل ما تظهر الأعراض بتصوير روتيني منسمي اختبار مسح بكشف الحالة ما قبل السرطاني أو السرطان بالمرحلة صفر منسميه أو المراحلة الأولى قبل ما يعطي أعراض قبل ما تشعر بالسيدة بأي شيء بسنتين أحيان أحيان بسنة أو بسنتين أو بثلاثة هذا الكلام كتير يعني فيه حضانة تمام فيه هو تطور أو مرحلة تكاسر الخلايا والانقسام بيأخذ وقت بيأخذ سنوات من المرحلة قبل السرطانية للمرحلة السرطانية فهذا اللي نحن اللي عم نعمله بهذا الشهر هو اختبار الكشف المبكر اللي بنعمل تصوير معين للسيدة بتراجعنا فيه بعمر معين فيه له شروط السيدة المفهود من عمر الأربعين سنة تعمله سنويا إذا ما عملته ولا مرة بحياتها من عمر الأربعين لازم تبدأ فيه شكت ولا ما شكت فهذا أنا ما عم نحكي عن أعراض سيدة ما عم تشكي من شيء بتيجينا عنا دكتور أنا بدي أعمل تصوير المسح بشان اختبار الكشف السرطان الساتي نعمل للتصوير لهيك نحن هذا الشهر عم نكثف خلينا نقول أن يدع لكل سيدة أو حتى صبية وخصوصاً مثل ما حكينا أنه عم يظهر كمان عند صبايا بأعمار صغيرة مشرط مثل ما كان شائع سابقاً زادت النسب بأعمار مختلفة أهمية أنه بعد ما يتم الكشف المكر عن سرطان السادي شو المراحل اللي بيتم التعامل معها؟ والدي بتوفر يمكن قبل ما نصل للجراحة بالنسبة لنا لحنا بسوريا حسب السياسة الصحية المتبعة هي من عمر الأربعين في دول أجنبية عندها أقل شيء وعنا نبلش بالماموغراف من عمر الخمسة واربعين في دول أقل من عمر الخمسين إذا ما في عوامل خطورة عند السيدة نحن عم نبدأ فيه من عمر الأربعين عاتاً قبل هيك نادر جداً إلا إذا فيه أعراض أو فيه مثلاً إصابة عائلية فيه أخة مصابة أو أم مصابة إذا فيه عام الوراسي إذا فيه إصابة سابقة عند السيدة نفسها بالسادي الآخر هم منبلش أبكر طبعاً أما قبل هيك إذا ما فيه أي شكوى وما فيه عوامل خطورة ممكن نبدأ فيه من الأربعين تمام؟ فهذا منعمله نحن مسح روتين لكل السيدات السيدات اللي بيه هو اختبار ما له مشخص نهائي بس يلفت نظر دعطينا أنه احتمال إصابة فيه 90% هالحالة هاي السيدة عندها إصابة غير سليمة ما منأكد التشخيص شان السيدات ما يخافوا فيه وسائل أخرى لتأكيد التشخيص قبل ما نتوجه للعلاج فيه وسائل لتأكيد التشخيص لازم تجرى تشخيص نسيجي منسميه أو خزعة هالمنطقة اللي كانت مصابة على تصوير الماموغراف بناخد مننا خزعة بنعمل لها دراسة تشريحية مرضية بشان أحيانا السيدات بيخافوا بجوز يعملوا لعملية الدغري رح يعملوا لا لا الأمر مو بالشكل نحن بنعمل خزعة ندرس نسيجيا هاي المنطقة قد تكون آفة من الآفات السليمة بالسدي الآفات الكيسية اللي فيها والآفات الغدية بالسدي شائعة هاي ممكن تكون منتابعة متابعة طبية وما بتحتاج إلا المتابعة والمراقبة طبعا حرصا على سنامة السيدة لنفرض لا سمح الله ظهر عندي تشريحية مرضية بالفحص النسيجي لهالخلايا أنه هالخلايا غير سليمة أنا ما زلت بمرحلة مبكرة لأنني كشفتها بدون ظهور أعراض هون بيتم التداخل جراحيا إما باستقصال موضع للآفة أو باستقصال سدي حسب عمر السيدة حسب زأنهيت إنجاب حسب شو عنده أمراض فهل علاج فيه جراحات بسيطة فيه جراحات أكبر شوي عادتا شافي لما نكشفه لحنا بالكشف المبكر عادتا عم تكون علاجاتنا شافية طبعا المراحل لا سمح الله المتأخرة اللي ما عم نكشفه كشف مبكر عم تحتاج علاج شوعي وكيماوي هاي اللي ما عم نكشفه كشف مبكر أما اللي يكشف مبكر عادتا نجر علاج جراحي تماما يعني دكتور يمكن حكينا عن المراحل عن أهمية الكشف المبكر ويمكن ببداية حديثنا حكيت أنه بالتدي ممكن تلاحظ ولكن خلينا نطق الاقتصاص الثاني اللي حضرتك مختص فيه هو إذا كان فيه ورملة سمح الله بيعنق الرحم هذا الشي ممكن ما بتم الكشف عنه غير بالفحص أو خلينا نقول بالإيكو لا إله إله كشف مبكر كمان نحنا من السرطانات اللي إله كشف مبكر هنا السدي وعمق الرحم إله اختبار مسح اللي مسميه اللطاخة اللي بتعملها السيدة لعمق الرحم فيه لطاخة مناخذ مسحة خلايا من عمق الرحم كيف بدأ تحس أنه في الشي مبكر هذا الكلام نفسه ينطبق على السدي أنا ما بدي أنتظر السيدة لتحس إذا السيدة بتنتظر حالة لتحس بمشكلة فلحنا نوعا ما وضيعنا شوي هلأ أعراض سرطان عمق الرحم ممكن تشعر فيه السيدة بتشوف كتير شائع دم بعد العلاقة الزوجية من سمي نزف بعد الجماع بتشوف بعض النزوف النسائية بتشوف ألم أسناء العلاقة الجنسية ممكن تشوف نوع من الانتانات أو التهابات المهبل يلي ما بستجيب على العلاج بتلاقي إفرازات مهبلية إلى ريحة كريهة أو حكة وعندما تأخذ الكورس العلاجي الروتيني اليوصف إلا بتلاقي ما استجابة ترجع نكس عمينكوس بسرعة هدول الأعراض بس يفضل نحن ما ننتظر زهور الأعراض نكون نحن بمرحلة شوي تأخرنا نوعا ما الكشف المبكر نعمل لطاخة للسيدة مسحة من عمق الرحم كمان تفحص مجهريا تعطيني هاللطاخة إلى تصنيفات إنه هاللطاخة إما سليمة أو أنه تحوي خلايا شازة إذا تحوي خلايا شازة هي إجراء مسح انتبهنا أنه السيدة مثل أعمل شو منسمي مثل زمور الخطر أنه أنا بدي أعمل استقصاء أخذ خزعات هاداللطاخة تجرى روتينيا للسيدات المتزوجات من عمر العشرين سنة السيدة المتزوجة أبكر من السادي من عمر العشرين سنة تجرى نجريها سنويا على ثلاث سنوات متتالية لقينا أمورنا ثلاث سنوات سليمة منصير كل سنتين أو ثلاثين بعد الفواصل بس لازم مثل ما أننا ننصح كل السيدات لا تنتظري ظهور أعراض لازم فيه اختبارات السدي وعمق الرحم لازم تجرى روتينيا الدولة موفرتها بالمراكز والمشافي مجانية الخدمة حرام أنه ما نستفيد منها طبعا وكمان يعني خلال هذا الشهر معروف أنه كل المشافي الحكومية أيضا فتحت خلينا نقول عيادات لحتى يكون متواجد الفحص أنه كل السيدات بعض السيدات هل عندهم مخاوف من التصوير بيقولوا هل يعترى الأشعة ممكن تأثر هل هي ممكن تكون عامل بالزياد السرطان بالثدي مخاوف يمكن شوي خلينا نزيلها ونفسر هذا الموضوع طبعا أن السيدات معون حق بهذا التخوف هاي الإجراءات المسح اللي موفرة هلأ بكل المراكز واللي عم نشجع عليها مدروسة سابقا مدروسة لحنا لما نقول أنا بدي أعمل الماموغراف للسيدة الماموغراف هو تصوير شوعي مسحة لطاقة عنق الرحم هي ما فيها أي تعرض لأشعة وما فيها إلى أي سلبيات أما إجراء تصوير السدي هو إجراء شوعي لذلك ما قلنا رح نعمله من عمر العشرين سنويا لذلك ما نضبوط الفواصل هل هناك تأثير بهذه الأشعة تعرض السيدة إلى لا لا بالجرعة اللي عم نعطيها باختبار المسح اللي عم نعمله بهذه الجرعة بهذه الفواصل هو سليم تماما وما لديه أي آثار سلبية مدروسة هذه الفواصل اللي رح نعمل فيها تصوير وبن أي عمر رح نبدأ هذا الكلام مدروس وجرعة الأشعة اللي عم تتعرض له كتير بسيطة ما لأي أثر مدروسة إنه قديش رح تاخد السيدة خلال كل الفترة رح تصور فيها كل حياته كم تصوير رح تاخد وقديش الجرعة سليمة تماما ومدروسة وما لأي أثر بس ألفت نظر السيدات لفكرة مهمة هني عم نشوف هلأ بهالشهر البروشورات والبوسترات والإعلانات بالنت والتلفزيون والإزاعة عن تصوير السدي بس أنا حاب ألفت نظره لأشغلي لنفرد سيدة راجعتني بشهر 11 قلت لأني حاب أعمل كشف للسدي بإلا ما رح نعمل لك أكيد لا هو مفتوحة مدار السنة تماما هذا الشهر اللي حملة هي للتوعية الخدمة مقدمة عم دار السنة مو أنا عم بس هذا الشهر بالسنة بإلا رحي تعالي شهر عشرة القادم لأ خدمة مفتوحة أيامتما أجد السيدة النفرد السيدة عندها ظرف ما لحقت بشهر عشرة تيجي بعدين كانت متخوفة وقررت تيجي أيامتما أجت بنعمل للتصوير لحنا هذا الشهر لنشر الوعي عن هذا الموضوع عم دار السنة وبالعكس عم دار السنة عم نشوف عدد حالات كبير عم نكشف حالات كتير وعم نشوفهم بشكل أهدى من فترة الشهر هذا اللي فيه ضغط شوي يعني سلمة مثل ما حكى الدكتور إنه هو مانو مقتصر على شهر معين وكتير مهم إنه السيدة تفحص نفسها بس نحن بنكسف الحملة هذا شهر توعية أولا التوعية لنشر الوعي لنشر الفكرة إنه لازم تيرجي تراجعينا لازم تعملي كشف أما الخدمة مقدمة الدولة عم دار السنة ومجانيا نعم طيب كمان دكتور خلينا نحكي عن النسب وقداش بتخف النسب خلينا نقول وصول السيدة إلى مرحلة العلاج وهي أساسا بمرحلة متقدمة من سرطان السدي لما بيكون في الكشف المبكر الكشف المبكر نعاته نحن بمرحلة مبكرة لما نكون بكشف مبكر نحن نعاته بمرحلة مبكرة نسب الشفاء 95% على الأقل إذا كان كشف مبكر قبل زهور لما توصل لمرحلة كتلة أو لمرحلة انتقالات أو سرطان السدي بالإصابة والانتقالات للعقد المفاوية المجاورة والأنسجة المجاورة قبل هذه مرحلة بالكشف المبكر نسبة الشفاء أكثر من 95% حسب حالة السيئة تمام الشيء من الدراسات العلمية الأخيرة بتقول أنه نسب السرطان بدوها العالم ازدادت سرطان السدي ازدادت مؤخرة بس نسب الوفيات قلت كتير بسبب الكشف المبكر بسبب العلاج المبكر صح عندنا نسب أعلى شوي من السنوات القديمة بس الشفاء أحسن والإنزار أفضل والوفيات قلت كتير بسبب الكشف المبكر فهون دور هذا الموضوع هون أهميته نعم يمكن حكينا نحن عن سرطان عنق الرحم كيف بتلاحظ السيدة هل أيضا في مراحل بتمر فيها بتحتاج لاستقصال لعمل جراحي شو هي المراحل الخطيرة يلي بتمر فيها وقدي نسبة الشفاء خلينا نقول طبعا مثل ما أنه يعتمد على المرحلة على الدرجة النسيجية للورم اللي تشخص لتشريح الماضي وعلى المرحلة كل مرحلة إلى إنزار مختلف المراحل المبكرة كمان بسرطان عنق الرحم عم نكشف اللغة العربية بسم عصر التصنع بعنق الرحم أو الـ CIN هذا مرحلة القبل السرطانية هي بتاخد عدة سنوات لتطور السرطان هي علاجة موضعي كافية إذا السيدة ترغب الإنجاب إذا عمرها صغير أو حاليا عم نشوف سن الزواج صار متأخر فممكن تزوج السيدة بعمر 38 أو 39 وترغب الإنجاب هذا الشي صحيح؟ إيه فما في مشكلة بس إذا كان شفنا عصر التصنع بعنق الرحم نعالجه موضعيا وحمينا وجود الرحم وحمينا لقدرة الإنجابية وطبعا نبقى على المتابعة أو المتابعة الكشف الدائم إذا كانت السيدة بعمر متقدم سرطان عمق الرحم عادة هو أشعر بالأعمار المتقدمة فإذا شفناها بعمر 50 أنهت الإنجاب ولقينا في مرحلة من الإصابة ممكن نستأثر الرحم وهذا شافي إذا كان مرحلة مبكرة إذا كان مرحلة متقدمة الصراحة رح تحتاج علاج شوائي وكيماوي وحسب حالة السيدة وقدش عمره وين الانتقال اللي عنده إذا فيه انتقالات للكبيت أو للأمعاء أو للمساني هون يختلف الموضوع فتدرس الحالة وعادة مثل ما أننا لازم نتدخل أبكر ما أبكر نعم طيب دكتور نحن اليوم كمان بنا نعرف من حضرتك نصائح بتحبط وجهها لكل سيدة لكل صبية عم تسمعنا وخصوصا بما يخص المحور اللي كنا عم نحكي فيه اليوم سواء سرطان الثدي أو سرطان عمق الرحم هلأ بالنسبة للسيدات ومجتمعنا كلهم حتى الفتيات نحن مننصحهم دوما بالمتابعة أو يكون عندهم وعي كافي لازم يطلعوا على هذا الموضوع السيدات لازم يراجعون بشكل دوري للكشف المبكر للسدي وعنق الرحم لازم يحصلوا على المعلومة الصحيحة لازم تسأل جهة طبية مختصة لازم تراجع المراكز المختصة بهذا الموضوع سواء العامة أو الخاصة مثل ما بتحب بس لازم تحصل على معلومة من أماكن خاطئة ما في داعي تروحي ما في داعي تعملي كشف من جارة من كزلاء ما بيفيدك كثير فلاني ما استفادت هذا الكلام غير مجتما بسمعوا لبعض بسمعوا لبعض الصراحة فلازم تراجع جهة طبية لازم نعمل الكشف مبكر صحة السيدة بتهمنا صحة السيدة مربوطة كمان بسلامة العائلة لما السيدة تصاب بمرض هذا عم يكون معطل إلي عن وجودها بالعائلة عن دورها العائلة عن وجودها مع أطفال عن حاجة أطفالها إليها معطل إلي عن عملها فلحنا بحاجة السيدة تكون بصحة جيدة وبحاجة العائلة تكون بصحة جيدة طبعاً نحن بدي حاب ألفية نظر حتى للجهات الصحية نحن الجهات الصحية إجمالة متخصصة بس يبقى موضوع الدعم النفسي للسيدة اللي عم يشخص له إصابة مبكرة أو متقدمة حسب الحالة السيدات بحاجة لدعم نفسي بهذا الموضوع هذا الدعم هو متخصص له جهات خاصة وله كوادر مؤهلة دكتور يعني معلومات كثيرة الأهل الصراحة يعني منحبهم للسيدة بيحاولوا أحياناً يخففوا عليها بس هذا الكلام مو متخصص يعني ما بفيد الكلام أنه والله لحنا طلع عنده سرطان بدي أخذها مشوار غير لجو بشان تنسى الأمر مو هيك هذا عمل متخصص أنه من إلا كم كل ما شوفي فلاني حالته أسوأ منك هذا كلام كمان غير مجدي بالنسبة للسيدة هذا عمل متخصص إعطاء التشخيص حتى متخصص زملائنا اللي عم يعملوا اختصاص حالياً للمقيمين الجدد شفنا بعض الحارات بعضهم طبعاً ما كملوا اختصاص ونخلصوا ممارسة بتيجي السيدة عملنا للخزعة تراجع المشفى أثناء بزحمة العمل ترجي النتيجة لحدها من الأطباء فأحياناً بيشوفها بالكريدور أو شيء بيعطيها أنه هي النتيجة هيك لا لازم ندخل للعيادة المقتصة لازم تكون السيدة بحالة مناسبة وضعية راحة لازم يكون إعطاء التشخيص يعني مثل عامل نفسي بهذا الموضوع في عامل نفسي كيف ننعطي التشخيص وكيف ننتعامل بعضين وكيف ننكسب التواصل أحد السيدات قصة طريفة أنه سأل الطبيب كان مارئ بسرعة عنده عمليات الدكتور شوف لي التحليل هذا لأختي هي تحليل كان لأختي قال لك التحليل قال لأختي أم قال لأ فيه والله إصابة سرطانية لازم تراجعنا هي طبعا السيدة غابت عن الوعي هي قصة طريفة صارت لا لازم نكون في تقبل نتشكر حضرتك على كل المعلومات التي قدمت لنا اليوم وإن شاء الله كل يكون استفاد منها شكرا لألك دكتور على المعلومات